القرآن ذوال ربي عزيزان السفوان سطلا مرتفاف اتسوين ذو فريد مسلماء ورثكين دماء قرآننا قلوبنا له سكن أرواحنا له وطن يملأ فينا عقلا ووجدانا ما أتعس من سار بغير منهج طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبدا دهر ظنآنا وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آيات أثيس المثين السلام ربي في لون وقيد درسا جديد رقم 398 ذي الدروس للتفسير ومازال أغاكوذ صورة العنكبوت تساقي ميرضا ربيا ذي نفسر سلايا 24 ألماء ذلايا 26 يدى ربي سبحانه ذي الله 24 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ما زالاك سما شهود سنسيدنا إبراهيم الخليل قصة إبراهيم الخليل أكوين سميحتيغة ذي اللاية 17 اللاية 17 ذي صورة العنكبوت ذي شو دينا ربي سبحانه إناد وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه سيدنا إبراهيم الخليل إن يسل قومي نس عفظة ربي أغوذة ربي الخوفة ربي ضطمن الخوف من الله صمام آمان عبدوا الله واتقوه العبادة هي سر الوجود ربي قال في صورة الذاريات الآية ستة وخمسين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربي جاود في استقصية القرآن إجحر جنك الفلسفة العالم فلسفة الدنيا حاروا في الإجابة عن سؤال مسر الوجود لماذا خلقنا جاء الجواب من الخالق جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعبادة الله شرف ومقام سامق لا يحظى به إلا العاقلون المؤمنون ربي سبحانه على لسن إبراهيم إن يسي القوم إنسى عبدالطربي وقوالطربي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الخير نوان الفيذنوان هنا نوان غفري ذلك إسم ديورة إسم ديسكن إبراهيم الخليل أم بعد ولا العبادة نعبد نعزران نيوك إلى آخيره إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكار أين كنت عبد المكان الزراء كنت عبدهم أوثان دي زراء أثنت صنعم سفى السنون وثنت عبدهم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ورزمين لكم دون رزاق ورزمين لكم نفعان ورزمين لكم ضررا أم بعد فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واشكروا له إليه ترجعون واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون أتصغل ما كأربي سبحانه عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون روح المدن البضغة الآية في سارة وعشرين يا الله جواب القوم أمك جواب الإبراهيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا يا الله هذا طبع الطغاة طبع الطغاة يستخدمون الظلم والعنف سخدمني غيل صرفت إن بهروا ما استطاعوا أن يواجهوا حجاجه القوية وزميرنا هذا قبل الحجج يدف كان البراهيم يدف كان إبراهيم الخليل باللي ربي وال باللي إن خدمنا كان ذلك ذف وكذا أه أسخذ من العنف أسخذ من طغيان فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه يال إما تنغم إما صرفت وغالما سفها مننا دا ساثة أذي مثل مثل ني سلاع ثابس المرثى جمعا دي صغارا نشعل نشتيلات جمعوا الحطب وشعلوا النار باش يرميوا فيها إبراهيم الخليل خليل الرحمن الذي كان يدعوهم إلى سواء السبيل إلى التوحيد سبحان الله نواجد الجواب إخذ من ولكن أربي سبحانه ذي صورة الأنبياء يناد ثم شهود في أية 69 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الله أكبر باش هذا نظر باللي في مست كني قال الشيخ شعراوي في السياف وربي لها عنصران عنصر الإحراق وعنصر الإشراق في مست السرغاي تضوي تكد تفات ما تخدم ضيفك ايفكك هذا ديحمه اديب السحمي السرغاي سبيد الماكلة السرغاي عنصر الإحراق لكن سعنصر نظر اسمي سعنصر الإشراق تضوي يعني تضي تحرق وتضوي وربي سبحانه وربي مسينا قلنا يا نار كوني يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سلب الله منها عنصر الإحراق وترك فيها عنصر الإشراق الله يرحم الشيخ شعراوي اللي قال هالكلام يعني اكساس عنصر إحراقين كني تضرون يعني السرغين إيسا عطلث ربي سبحانه خطر هو مسبب الأسباب ومعطل الأسباب كما عطل عمل البحر مع موسى عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى كذل قوم المؤمنين ميروحنا ريولان سفير عون أكذل الجنوديس أسمي بظن الزذاث ذل بحر ذفير ذفير فرعون أكذل العسكر الجنوديس ذا شو سنان أكا دينا القرآن إِنَّا لَمُدَرَكُونَ نصواتف ذاين ولكن سيدنا موسى سل إيماني ساس ربين أشو سيننا كَلَّا إِنَّا مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينَ من وجد الله فماذا فقد كَلَّا إِنَّا مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينَ إِذْا رَبِّي فِي تسجَلَذِي الطَّيقَةِ سِلِّكَثِنْ جُو إِذْنَا رَبِّي مُسَبِّبُ الْأسباب ومعطل الأسباب سلب من النار عنصر الإحراق المذر وطارك عنصر الإشراق فخرج منها إبراهيم سالما ولكن ربي قال قُلْنَا يَا نَارُ كُنِي بَرْدٍ وَسَلَامًا على إبراهيم لأيه 69 صورة الأنبياء لكان ربي قال كُنِي بَرْدًا وَلَمْ يَقُلْ سَلَامًا سَيَمُوتُ إِبْرَاهِيمُ بِسَبَبِ الْبُلُودَةِ يَتَجَمَّد يَمُوت ولكن ربي قال بَرْدًا وَسَلَامًا بَرْدًا وَسَلَامًا كل كلمة في القرآن كل لفظة في القرآن لها معاني وأسرار قُلْنَا يَا نَارُ كُنِي بَرْدٍ وَسَلَامًا على إبراهيم خاصة بإبراهيم الخليل فقط لا غير إذن كارب سبحانه قال فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّار مَنْ جَاش بِمَا جِيهُ وَلْلِي نَجَى بِنَفْسُهُ وَلَسَلْكَ رَاسُهُ رَبِّي رَبِّي سُبْحَانُهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّار سِلْكُوْ رَبِّي نِجَاهِ سِلْكِيهُ رَبِّي سُبْحَانُهُ إِفْغَدْ اللَّهَ اللَّهِ أُرِمْ مُثْ لَسْسَمْسَنِيهُ وَلَسْ صَمَضُ خَطَرْ بِهِنْتِ بَرْضٍ وَسَلَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِي يُؤْمِنُونَ أَنْعَمِ ثَقِي آيَاتِ عَلَامَاتِ أَمَارَاتِ وَلَكِنْ لِلْمُمْنِينَ المؤمنون سيصدقون ويؤمنون زيدهم إيمانا وَلَكِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ أَغْثَرْنُوا ذِي الْإِيمَانِ مَا دَنْغَرْ لَا أَوْكُلْ قُرْنَا كَالْمَا إِلَّا وَثَقِي مِنْ الْآيَاتِ أَرَغَيْرْنُوا ذِي الْإِيمَانِ أَمْشَى رَبِّي يُزْمَرْ ذَرْحَمَا رَبِّي وُسِيْنًا أَمْذَانِ تَسْحَبِّي يَا رَبِّي الدَّبِّي يَرْ كُلْ شِيْهِ رِفَسْنَا رَبِّي صُحَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سِكِمْ مِنْ أَبْرَاهِيمَ سِيقَارَ تَخَذِمَمْ شِرِكَا رَبِّينَ تَخَذْمَمْ مِنْ الزَّرَاهِ تَخَذْمَمْ مِنْ الزَّرَاهِ فَأَحْمَلْ مِنْ ثَانَ سِنْتْخَذْمَمْ الْقَرَّابِينَ وَأَسْنْتْخَذْمَمْ الْأَعْيَادِ الْأَخِرِيسِ الْحْمَالَةِ حَنُوكْسْتَهْنَ الْحْمَالَةِ بِحَقْسِ وَرَبِّي صُبْحَانُهُ عَزَّ وَجَلْ لأنه هو الذي هو الحق هو الحق المطلق رَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ مَذِي الْأَوْثَنَ وَكَذِي صَرَاهِ وَرَدِي وَلَحَالَ أَنْتِ حَمَلْدَا هَازَرُوا إِلْهَا أَذِي فَنُسِي سَفْنَادَمَ أَذِي فَنُسِي سَنِخَامًا أَذِي سَفِتَرَاهِ أَذِي صَرَاهُ إِلَوْمِينَ فَعْمُوِينَ فِي عَرَى صَرَةَ عَوْثَةَ أَنْسَاءَ مَخَلُوقَ كيف يعني المخلوق يتحول إلى خال؟ لا يمكن في الحياة الدنيا يأكل يأكل في الحياة الدنيا يرنيس الدنيا حياة الدنيا لا قيمة لها وهي زائلة وهي إلا زوال ثم أربي يبدحر في العطف ثم تفيد الترتيب مع التراخي خلافا ل فا التي تفيد الترتيب مع التعقيب مع الفورية ولكن ثم تفيد الترتيب مع الترخي ثم نعم يوم القيامة مازال ديلوقwyn ديلوقت طبعي مازال يوم القيامه مازال ثم يوم القيامة سيأتي أتى أمر الله فلا استعجله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض سبحان الله يل وقذ عبد الزرا وقذ عبد الأله المزيفة نيثني يدك فرن سيونه لا سفر يعني كفر متبادل هذه النتيجة نتيجة محزنة نتيجة كئيبة جدا يكفر بعضكم ببعض وأكثر من ذلك ويلعن بعضكم بعضا يا لطيف يعني القوم المشركين يلعنون الآلهة المزيفة والآلهة الأحجار أيضا تلعن هؤلاء هذا يلعن هذا ويلعن بعضكم بعضا أوقف محزن كئيب يعيشه أولئك المشركون ولا حول ولا قوة إلا بالله هنا نتذكر نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ربي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون ويبعث يوم القيامة مسلمة ومأواكم النار وما لكم من ناصرين في آخر آية الآية 26 ربينا يسم ومأواكم مصيركم مستقركم النار والأيذب الله النار هذه اللي حبيتوا تحرقوا بها إبراهيم تحرقكم يوم القيامة ويا ما كيف زف نسل يبغيوا يحرق المؤمنين الآن ولكن هناك أنواع أخرى من الحارق كين حارقين عرفوها الحطب مع النار وكذا النار تشعل في الحطب ولكن كين حارق آخر كين اللي يحرق المؤمنين ويحرق الدعاة بالنهش في أعراضهم والتشويش على دعوتهم والتشكيك في منهجهم وفي دعوتهم واتهامهم بالباطل يعني كل هذا حاصل نوع من أنواع الحريق ماشي الميون يرغصت مستقر لأنه كذي صرغان وياه سوين نظم سي روال كنسي نوم زوار وزيخين يا سي روال ذاك سمد شكير نذاك سنان أي لسي اللهم ذاك سمد شكير نذاك سنان شحالك سرغان وياه سوال سي روال الشيك سي البهتان سي الظلم يقنل نسي الديني ميس لعجب ولكن الحمد لله للموت الحمد لله لأخار كيدنا ربي ندوى التقو يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عشو دين في آخر آية سوى عشرين وما أواكم النار وما لكم من ناصرين مصيركم إلى النار يلي حبثت حرق إبراهيم الخليل بالنار هذه النار تحرقكم في في الآخرة ولكن وما لكم من ناصرين لا ناصر لكم إبراهيم له ناصر وهو الله وكلما ذكرت كلمة النصر في القرآن إلا وقرنت بالله وما النصر إلا من عند الله إذا جاء نصر الله والفتح إلا تنصره فقد نصره الله ورب سبحانه دايما ينصر ينصر أنبياءه ورسوله أيضا وينصر أولياءه والمؤمنين به إذن في نهاية الآية 25 ربي قال وما أواكم النار وما لكم من ناصرين آخر آية الآية 26 فآمن له لوط سبحان الله أول من صدق بإبراهيم هو لوط هو لوط لماذا رأى هذه أول من صدق به ويأتي البيان في المستقبل إن شاء الله فآمن له لوط أول من صدق بإبراهيم الخليل عليهما السلام وقال إني مهاجر إلى ربي إبراهيم الخليل هاجر ترك العراق سواد العراق وانتقلا وارتحلا إلى الشام إلى بلاد الشام سبحان الله أسمي بض يعني الآية عجيبة الآية عجيبة يا جماعة الخير خرب من دين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يهاجر يهاجر إلى بلاد الشام ربي ربي عنده عزة وعند حكمة وحكمته عزته وحكمته تتجلى فيما يأتي من بيان في الدروس القادمة إن شاء الله خاصة في الدرس القادم عدد من حكمة الله عزة أن جعل النبوة في ذرية إبراهيم هذا سيأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله سبحان الله بعد كل هذه المعاناة والصبر الجميل والنفس الطويل في دعوته إلى الله وفي دعوة للتوحيد ربي سبحانه جازاه يستفغذ سيهجر سي العراق يروح بلاد الشام ذيكس الخير ضمن قرآن أم بعد يجعل ربي الذرية والنبوة والكتاب الذرية النس الطورات في سيدنا موسى الزابور في سيدنا داود زادنزويل الزابور في سيدنا داود الطورات في سيدنا موسى الإنجيل في سيدنا عيسى القرآن في سيدنا محمد من ذرية إسماعيل كما سيأتي البيان في الدرس القادم إن شاء الله جعل ربي كتاب ذرية هدية ربانية إلى إبراهيم الخليل سبحان الله أمذيز الحاجة رمضان المحفوف تصيد في ذر أكيد من قرث ذكر ربي الخير ثلاث دي نثير خمر ربي يموت في سيا فور ربي سيد در تنحي ذر ذو فير سيد مسائنا عزيز ندي نا باش ديف قن الأصل الواحد قلان دي دين النغ دي الإسلام يدي ونك الأنبياء إنه سلعه ذي الزبر الذي يروي ذي فرفير سلعه ذي الطور الذي يروي ذي علي سلعه ذي الان ذي الإنجيل سلعه ذي الان ذي الإنجيل للطجر ذي ثمرا سلعه ذي القرآن يل دين في بريغ القن إن زد محمد رسول النبي عزيز ما شدي فقل الأصل واحد إدنا ربي ذي سورة الأنبياء الآية 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ الآية 26 آخر آية للدرس بساء ربي ندف آمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم سنبرز وجه العزة والحكمة عند الله عز وجل في الدرس القادم إن شاء الله وقدر إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه جاءون ثلويث أرث من الليث السلامة ربّي في الله